بداية هذا أحدث بيان لمجلس السيادة يتجاهل الإشارة إلى موعد توقيع الاتفاق الإطاري والتي حُددت بعد اجتماع المكونين يوم السادس من أبريل برأيك هل لهذا دلالات؟ مساء الخير بالتأكيد له دلالات توضح عمق الفارق عمق المشكلة التي تعصب بهذا الاتفاق ونعتقد أنه تجاهل المجلس السيادة للتاريخ الذي أعلنه الناطق باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف بالسادس من أبريل أيضا يؤكد أنه هناك نقاط لا زالت مسار بحث ونقاش مصطفيت أنا في تقديري أنه تحديد موعد لإنهاء مثل هذا الخلاف فيه لكثير من القفز على الوقايع إذا كانت هناك لقطة للخلاف لم يتم الاتفاق حولها لا يمكن أن تحدد موعدا لإنهائها إلا إذا كان أصلا متفق عليها ولكن مدام هذه نقطة خلاف أنا أعتقد أنه التعامل معها لكن ربما في هذه الحالة الحديث عن مهلة تكون كافية لتوصل لتوافق هل تعتبر مهلة كافية خمسة أيام؟ لا أعتقد أنها ممكن تكون كافية خاصة أن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه منذ فترة طويلة جدا وتم النقاش حول الوريش المتعلقة بالقضايا المختلفة ظهرت كما نقول الشيطان في التفاصيل يعني الشيطان التفاصيل الاتفاقيات دائما يصهر من خلال النقاشات والتداول الأمر الذي تم قلاله أو على الأقل وقف معضلة هو النحية المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وهذه بالتأكيد يعني واحد من الأسباب التي وضعت هذه العقبة هو التداول السياسي في شأن عسكري فني مهني نعتقد أنه تحديد الموعد لم يكن موفق وعلى الأقل أن العمل على تجميع الآراء وعلى التجاوز هذه العقبة نعتقد أنه من الأوفق أن يتم برويها يعني بدون تحديد موعد قاطع حتى يتم التعامل مع هذا الموقع هذا الزمن التوقيت كما حدث قبل هذا التاريخ عندما تم الإعلان عن المواقع المتعلقة بواحد أبريل والسادس من أبريل والحادي عشر من أبريل نعتقد أنه جميعها أجهضت بعدم التوصل لاتفاق متعلق بمسألة الدمج وعلى الأقل بكليات الإصلاح العسكري والأمني رغم أنه هناك غضايا قد تبدو أقوى من هذه ولكنها يتم وضعها بعيدا هل يمكن تخمين طبيعة طبيعة يعني هذه العقبة أو هذه القضايا العالقة التي دائما ما يشار إليها في البيانات القضايا العالقة التي تحول دون التوصل إلى اتفاق لكن دون الإعلان عن تفاصيلها هل يمكن تخمين طبيعة هذه القضايا العالقة؟ أنا في تقدير أنه يعني واحدة من القضايا العالقة هو على الأقل القفز إلى تشكيل حكومة واختيار رئيس وزراء وهكذا تمثيل الحزاب من عدم تمثيلها لاتفاق على حكومة التكنقراط وكفاءات بعيدا عن القيادات الصفوف الأولى من السياسيين والحزاب أنا أعتقد أن هذه مشكلة لم يتم الترق عليها ولم يتم التعامل معها بجدية كافية أنا أعتقد أنه أيضا حتى على المستوى القطاع الأمني والعسكري أيضا هناك معضلة أخرى تتعلق بالأمن الداخلي أيضا هناك هذه القضايا تحتاج إلى كثير من النقاشات تحتاج إلى كثير من التوضيحات المتعلقة بالمكون العسكري تحديدا لأنه أنا أفتكر أنه يعني طرح هذه القضايا المتعلقة بالنواحي الأمنية والعسكرية على الملأة في القضايا السياسية وعلى الأقل بتشكيل السياسيين يعني يتسبب في خلل سبب خلل بإعطاء الأمر الفني متعلق مباشرة بالقضايا العسكرية بالتحالفات العسكرية على الأقل بالتدريبات الأمنية وبإمكانيات العسكر فأنا أعتقد أنه قضايا المتعلقة بشكل الحكم الرئاسي مجلس سيادة المتعلق باختيار رئيس الوزراء على متشكيلات الحكومة أيضا هذه معضلة لم يطم الترق عليها أو على الأقل يتم تسميتها بالقضايا العالقة رغم أن هناك ورش تم التعامل معه ولكن كما قلنا من قبل على هذه الشاشة أن هذه الورش تضم الذين هم مقتنعون بالاتفاق الإطاري وبالتالي لا تسمع لها صوتا آخر أو على الأقل تداول يمكن أن يصل إلى حلول منطقية أو على الأقل توافق للأوضاع أيضا هناك قضية أخرى تتعلق بالرافضين للاتفاق الإطاري والتواصل معهم اللجنة التي تم تشكيلها للتواصل مع الرافضين للاتفاق الإطاري لم يتم حتى الآن الإعلان عن مدى لها أو لم يتم حتى الآن الحديث حول إمكانية انضمام هذه القوى الرافضة للاتفاق الإطاري وهي قوى مؤثرة على الساحة السياسية وحتى العسكرية باعتبار أنها تبثل الحركات التي توقعها على الاتفاق تستند على الاتفاق جوبا وهو اتفاق المشهور دوليا ووجد الرعاية الدولية وكذلك سيد عبود إذا لن نشهد توقيعا للاتفاق يوم السادس من أبريل إلى متى سيستمر الوضع الراهن؟ نقول كذلك كما يقول كثير من المراقبين نقول أن استمرار الوضع بهذه الصورة إلى أجل غير مسمى هذا يعني من الخطورة بمكان على البلاد وعلى عملية سياسية برمتها لذلك لا أعتقد أنه يعني الاتجاه إلى تشكيل حكومة طوارئ أو حكومة تصريف أعمال خلال فترة محدودة يتم تسميتها سواء كان سنتين أو ثلاث يتم تسميتها لإكمال الإجراءات المتعلقة باللجوء إلى صناديقة الاقتلاع هي الوسيلة الأساسية للعمل الانتخابي الديموقراطي الحر أنا أعتقد أنه الاستمرار انتظار القوى السياسية للاتفاق وحتى الآن الوضع الذي يقوم على مسألة الدمج والعمل العسكري أيضا هذا يعني يصرف كثيرا من الوقت على أهل السودان على السودانين واللجوء إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال خلال فترة وجيزة بمهام محددة تعلق بمطلوبات الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى الانتخابات أنا أعتقد أنه هو الحل الأمثل ولا أتوقع أن يتم حتى يوم السادس من أبريل لا أعتقد أنه يمكن أن يتم حل هذه المعضلات العالقة التي يتحدث عنها الأطراف المختلفة سواء كان في الانتخابة الرسمية في العملية السياسية أو في الانتخابة الرسمية باسم مجلس السيادة البيانين اليوم يعني يصر واضح جدا التباين والرؤى والاختلاف حتى لو كان قد تعمم ببعض الكلمات وبعض الأمنيات نسميها بعض الأمنيات من الحلول التي يمكن أن يتم التواصل إليها والتوافق حولها ولكن المنظور في المشهد السياسي الآن في السودان لا أعتقد أنه من الصعوبة أو لو لم يكن من الاستحال التواصل إلى التوقيع واتفاق يوم السادس من أبريل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر